اي ست بيت عارفة ان البوتاجاز حاجة مهمة جدا في المطبخ بنعتمد عليه في كل تحترات الاكل بتاعتنا ولكن فيه ستات كتير بتتصدم من تلف البوتاجاز في وقت سريع جدا علشان كده النهاردة هنقول على اخطاء شائعة في تنظيف البوتاجاز وانت بتعامل مع بوتاجازك بتأثر من عمر البوتاجاز بتاعك جدا السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم وده فيديو جديد انا عفاف ودي خناتي السوبر مامي يارب بتكونوا كلكم بألف خير لكن لو اول مرة تشوفيني والفيديو ده عجبك انزلي تحت الفيديو وعملي لايك وكمان اشترك في القناة من الزرارة الاحمر لتحت الفيديو على الشمال مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب كمان فعلي علامة الجرس اللي هتزهر جنبها على الكل علشان يوصلك اشعار على الموبايل بكل فيديو جديد لو تحبي ويلا بينا نبدأ الخطأ الاول الشائع في التعامل مع البوتاجاز اللي بيخلي البوتاجاز يبوز منك بسرعة هو اختيار مكان سيء البوتاجاز اكيد وضروري انك تختاري مكان كويس للبوتاجاز بتاعك يكون في مكان تهوية كويس وكمان يكون جنبه شفاط عشان يشفط الدهون والابخرة من البوتاجاز يعني اساسا انك لازم تحطي البوتاجاز يكون جنب الشفاط جنب الشباك وتكون مكان تهوية كويس جدا يعني مثلا ما ينفعش تحطي البوتاجاز بتاعك جنب حود المواعين علشان ترتشت المية دي ممكن تسبب لك مشاكل كتير خصوصا وقت القلية مثلا زيت مع مية ممكن تعمل مشكلة صعبة كمان حود المواعين وجوده جنب البوتاجاز هيبوز لسلس البوتاجاز جدا دايما هيجي عليه ترتشم من المية وانتو عارفين طبعا المكان بتاع الحود ده بيبقى دايما مبلول على طول كمان ابعيدي البوتاجاز بتاعك عن الغسالة والتلاجة اولا لسهورة الاستخدام بتاعت الغسالة او التلاجة لان في ابواب بتتفتح فمحتاجين لها مساحة ما يكونش جنبها حاجة تضايقك ثانيا ان لو البوتاجاز جنب الغسالة او التلاجة هيتملوا دهون جدا وحيبقى صعب تنظيف ان انت تابعي تنظيفهم كل يوم مثلا ان انك تنظفي البوتاجاز وتنظفي التلاجة او الحاجة الموجودة جنب البوتاجاز فبوتاجازك لو انت لسه بتأسسي مطبخ جديد او لسه عروسة او بتنقلي في شقة تانية غير الشقة اللي انت فيها فتغذي بالك من مكان البوتاجاز يكون في مكان كويس ومكان مصبوط مكان يكون فيه تهوية يكون جنب الشفاط ما يكونش جنبي ولا فوقي دولاب الاموتيل ولا مطبخ خشب سواء كان ايا كان فيهم يعني وما يكونش كمان توش الباب بالزبط ده كان اول خطأ شائع بيتلف البوتاجاز بسرعة جدا هو اختيار مكان خطأ للبوتاجاز الخطأ التاني تنظيف العنيف تنظيفك المستمرة طبعا للبوتاجاز من غير افراد في المنظفات الكيموية طبعا بنستخدم سلك سلس ساعات او سلك خشن ده بيخربش سطح البوتاجاز جدا ويخلي البوتاجازك رغم انه لسه جديد وانتي لسه عروسة الا انت السطح البوتاجاز يبقى مخربش وشكله قديم جدا لانك تستخدمي سلك سلس على انه بينظف قوي ولكن هو بيخربش سطح البوتاجاز جدا خذ يبالك قوي من الحاجات اللي تستخدميها على سطح البوتاجاز سواء كانت منظفات او ادوات خشنة ممكن تبوز البوتاجاز وتخربشه بسرعة كمان استخدامه لزي المنظفات الخطأ بيعتبر طبعا من التنظيف او المعاملة العنيفة جدا جدا مع البوتاجاز كم واحدة فينا استخدامة منظف خطأ وبوز البوتاجاز بتاحها طبعا عايز اقولكم ان كتير مننا هيكتب لي تحت في التعليقات دلوقتي ان انا استخدمت باور وبوز البوتاجاز استخدمت ساترس وبقع البوتاجاز استخدمت منتج الفلاني وبوز البوتاجاز خالص ومش عارف ارجعه العيون جنزرت وصدت ومش عارف ارجعها تاني جديدة ويبقى لسه البوتاجاز الجديد ما لحقتش تستخدميه ولا لحق يبوز ولكن بتستخدمي منتجات خطأ في التنظيف فلازم قبل ما تحطي اي حاجة على البوتاجاز تشوفيه هل دا ينفع اصلا انك تستخدميه خاص بالبوتاجاز ولا لأ لان ممكن هو منتج تنظيف اه ولكن ما ينظفش هو يبوز طب ايه الحل الحل انك تنظفي البوتاجاز اول باول صدقيني مش هتحتاج خالص منظفات ولا اي حاجة خالص بصائز بونش نعمة علشان طبعا ما نخربش السطح طبعا الحوامل ليها معاملة خاصة تانية خالص هنتكلم عليها برضو ولكن سطح البوتاجاز يعني ممكن المنتج اللي انت تستخدمين للحوامل ما ينفعش للبوتاجاز وده طبعا حصل معنا كتير جدا وحقولكم دلوقتي ايه اللي حصل بالضبط المنتج اللي هو اسمه سترس طبعا عارفين ان منتج سترس دا بيضف جدا وبيزيل الدهون بصراحة وهو منتج حلو قوي انا ما بقولش عليه حاجة باستخدمه فرن البوتاجاز جي حلو جدا بحطه على الحوامل برضو تمام باستخدمه اوقات لتنظيف السراميك او القلموتال برضو تمام ولكن بيباوه السطح البوتاجاز وبيبقعه ما تقوليش ازاي انا اكتشفت ده بعد ما استخدمته مرة والحمد لله ما كنتش لحق تحط كتير لقيته مبقع السطح جدا يعني بقع واضحة قوي لو انت عملت كده ما تلاقيش هو حيروح بعد فترة بس شوية يعني بعد الاستخدام المتكرر في التنظيف حيروح شوية وحيقل ولكن ما تستخدميش تيترس على سطح البوتاجاز خالص هتلاقي عملك بقع كده مع علامات فيه فما تستخدميهوش فانت لازم تتأكد الاول من المنتج اللي هتستخدميه يصلح للبوتاجاز ولا لا الباور سيء جدا جدا بلاش اصلا تحطيه في منتجات التنظيف بتاعتك خالص اللي بتستخدميها لانه طبعا بيقشر الكفر لو انت بوتاجازك من النوع القديم بيبقى فيه كفر كده موجودة على المفاتيح بتاعت العيون بيقشر الكفر ده كمان بيبقى على الاستلس جدا وكمان بيخلي العيون الألمونيوم نفسها بيبقى لونها مش حلو كده وما بترجعش تاني جديدة زي الاول فبالاش تستخدمي الباور ما تحطيهوش في حزبانك خالص يعني رقم تلايثة الخطأ الشائع الثالث هو ان عيون البوتاجاز بتصدي التربيش السودة الموجودة على عيون البوتاجاز اللي هو الجزء المتحرق غير العيون الألمونيوم الغطأ بقى اللي بيقوم موجودة على العين البوتاجاز نفسها ده معرض دايما ان هو يتكب عليه سوائل ويتنزل عليه سلصات ويقع عليه زيت وإحنا بنقلي وتشوي عليه رنجة وبيحصل له حاجات كتير جدا وهو اول حاجة بتستقبل الدهون والترتشة هو الجزء الاسود اللي موجود فوق العين نفسها فاوعي يحصل ده وتشغلي البوتاجاز تاني على العين دي قبل ما تنضخيها ما تعملش كده ابدا انت اولا بتحرقي الحاجة اللي تكبت على البوتاجاز بتحرقيها وبتخليها تلزق جدا جدا على عين البوتاجاز نفسها على الجزء الألمونيوم وكمان الجزء الاسود اللي فوق فبالتالي بتصعبع على نفسك التنضيف لما حاجة زي كده تتقلب او زيت يقع على مكان القلي او ترتشة او اي حاجة تتقلب صلصة ايا كان بتعملي حاجة على البوتاجاز اوعي تشغلي البوتاجاز تاني وهي العين ما تنظفتش بيبقى حالتها بقى صعبة جدا طب ليه تصعب على نفسك كده التنضيف يعني لما يحصل لها اي حاجة على طول في خمس دقايق حتغسليها حتنضف جدا مش هيكون فيها اي حاجة خالص وما تركنيهاش تقولي اعملها وقت تاني وبعدين تنسي تيجي تشغلي البوتاجاز كمان في حاجة مهمة جدا بتسبب صدق اللي هي العيون اللي موجودة فوق الجزء الألمونيوم بتاع البوتاجاز هو انك لما بتغسليها مش بتنشي فيها ده يعني عدم التنشيف بيخليها تصدي بسرعة جدا ركنة المية عليها فترات طويلة هتخليها تنزل اللي هو الجزء الأجزاء الصفرة اللي تنزل ديها البودر من الصدق كمان هيخليها تبوز بسرعة كمان هيخليها تتاكل بسرعة كمان اللي تنضيفها بيتخليها لما الأكل يتحرق عليها كل شوية ويحصلها يعني حوادث كده وانتي بتطبخي وتسيبيها كل ده ويتحرق عليها كل ده هيسبب ان هي تتاكل وان الحرف بتاعها واحدة واحدة كده تلاقي الموضوع بقى صعب جدا فيها فتتنظف وكمان تتنشف كويس جدا بعد التنظيف كمان في حاجة مهمة جدا انك تظبطي الجزء الأسود ده اللي موجود فوق العين الألمونيوم علشان ده لما بنحطه بعد الغسيل والتنظيف ممكن ما نكونش زبطناه كويس في مكانه فتيجي تشغلي عين المتجازة ما تشتغلش طبعا ده بيحصل معنا كلنا تضطري تعودي تعدلي فيها تاني فاخذي بالك انك لما تحطيها علشان ما تفتكرش ان البتجاز فيه مشكلة او حاجة انك لما تحطيها تعدليها لان نهاية لو مش معدولة في مكانها كويس البتجاز مش هيشتغل اصلا الخطأ الشائع رقم اربعة الازرار بتاعت البتجاز بتاعت المفاتيح انها تبوز دواء بالكسر او بالدهون كلنا بننظف البتجاز طبعا وبننسى ننظف الزرائر بتاعت المفاتيح ده بيحصل لنا كلنا وانا اولكم لما تلاقي بعد فترة المفاتيح اساسا بقت ملزقة جدا من الدهون عليها بقع صفرة كتير من الدهون اللي نشفت وترتشت كتير عليها واحنا بننسى مننظفها ننظف الحوامل وننظف سطح البتجاز وننظف العيون ولكن بننسى المفاتيح كمان دايما معرضة انها ان انت تمسكيها ويدك مش نظيفة وده وارد جدا في اي مطبخ واي ستة بيت انها ديها ما تكونش نظيفة وتفتح عين البتجاز او تشغل البتجاز او تمسك المفاتيح دي من غير ما تكون ايدها نظيفة فده طبعا كل ده بيتكوم على بعضه وبيتراكم وفي الاخر تنسى كمان اخر اليوم تنظفيها هيبقى بصراحة شكلها صعب جدا فده يخليها تتعرض للدهون فشكلها يبقى بايز قوي مش حلو خالص او انك بتتعامل معها بعنف ومع كترة الاستخدام يعني فتكسريها او تيجي تحاولي بقى بعد يعني دهون كتير عليها انك تنظفيها فاتقراري تشيريها من مكانها اصلا وهي فيه بتجازات كتير وخصوصا اللي هي الامان الكامل دلوقتي بتبقى محتاجة ضغطة غريبة كده علشان تطلع ممكن تتكسر في ايديك فمن الاول المحافظة بتخلي الموضوع اسهل كتير جدا وبتخليك يعني ما تخديش ولا وقت ولا مجهود في تنظيف الحاجة نفسها جربي كده وحتلاقي فعلا النتيجة حلوة جدا يبقى ما تنسيش كل يوم وانتي بتنظفي البتجاز انك تمسحي العيون كمان مكان الترتشة والزيود ومكان مسكت ايديكي في الزرار بتاعت البتجاز رقم خمسة وده خطأ شائع جدا وبيحصل في اكتر البيوت ما تستخدميش آلة حد او سكينة مثلا في انك تشيلي بقايا الاكل اللزقة على سطح البتجاز الخطأ ده كلنا بنوع فيه هتوعي فيه امتى لما تهميلي سطح البتجاز بتاعك يعني في ايام كتير والتيب الاكل ينشف ويلزق وينشف وصال صوت الكب وزيت يتكب وينشف ويلزق وبقع كتير على البتجاز تيجي بعد كذا يوم بقى لما خلاص قررت انك تنظفي البتجاز تيجي تلاقي الموضوع صعب جدا ايه ده ده كل حاجة لزقة ده كل حاجة مش بتطلع ده اللزبونش حتى العادية مش بتطلحها ده كمان السلك مش بيطلحها يبقى انا محتاجة ان انا احكها او او يعني ادعكها بحاجة او يعني ازق فيها بحاجة علشان تطلع من البتجاز فطبيعي ان انت هتلجأي للحل ده ده خطر جدا وخطأ قوي لانك انت بصراحة هتبهديلي سطح البتجاز مش هتنظفيه فما تحكيش اي حاجة في البتجاز عن ناشف ولا بقى لحد طب ايه الحل الحل انك تستخدمي منتج لازالة الدهون بتاعته يكون مخصص طبعا للبتجاز بعد ما تتأكد انه هو صالح للاستخدام على السطح يعني زي ما قلتلكم فيه منتجات بينفع لستخدمها على البتجاز مثلا على الفرن او الحوامل ولكن ما ينفعش لستخدمها على السطح اللسل زي ساترس مثلا مع رغم ان فاعليوته قوية جدا وانا استخدمته كتير في الفرن وبقى على الفرن وبيطلحها ولكن ما تستخدموش على السطح ابدا فاستخدمي منتج صالح للاستخدام على السطح البتجاز رشيز تاني خمس دقايق حيبوش كل الحاجات الموجودة على السطح لميها بمنادين مطبخ الاول بعد كده ابدا يخصى استخدمي سبونشة وبريلو سلك عادي يكون سلك موعين ناعم لكن انك تستخدمي برضو سبونشة الموعين او فوطة بتاعة المطبخ تمسح بيها الاكل وعلى طول مكان التنظيف بصراحة هتبوازيها جدا يعني هتبوازي اللسبونشة لازم تترمي لانها هيبقى عليها بواي اكل كتير طلعة بمنظف ببواي الاكل في اللسبونشة فصعب قوي نتستخدميها تاني في الموعين لانها هتلم بكتيريا كتير مهما نضفتيها مش هتعرفي تنضفي منها بواي الاكل فمن المستحب كده زي ما انا بعمل دلوقتي نكتروشي منظف تسيبيها شوية تبوش بعد كده ما تحكيش باي حاجة استخدمي منديل امسحي بيها ودعاكي كويس وبعد كده اغسليه الغسيل العادي اليومي ما فيش اي مشكلة بلاش تستخدمي فوط المطبخ ولا اللسبونشة بتاعت الموعين انك تغسلي بيها البوتاجاز وتحطيها على طول على بواي الاكل وتطلعي كل البواي في اللسبونشة او في الفوطر الخطأ الشعي رقم 6 واعتقد ان يمكن 70% من البيوت بتقع في الخطأ ده هو استخدام الورقة اللاسقة بتاعت الغطأ بتاعت البوتاجاز يعني بصوا عايز اقول لكم ان الموضوع صعب جدا بتحطي الورقة بتاعت اللي بتلزق على باب على الغطأ بتاعت البوتاجاز من فوق بتحطي اللزقة دي وبعدين بعد فترة بتماشي بتقب بتروح عليها الدهون والترتشة وبتلم كل الترتشة بتاعت الدهون عليها ولكن بتيجي تشليها بتسيب اثر على السطح بتاعت الازاز وبتعودي بقى تعودي تسألي على الجروبات بقى اشيل اللازقة ازاي وتكتبي على اليوتيوب اشيل اللازقة ازاي طب وليه انت لو اخدت دقيقة واحدة من وقت كل يوم بعد القلي والترتشة والبهدلة بتاعت كل يوم تمسحي الازاز ده مع سطح البوتاجاز مش هتاخذي اي وقت خالص ومش هتاخذي مجهود ولكن انت بتنسيها يعني كتير جدا الباب بتاع البوتاجاز ده او الغطا برضو بيتنسي زي المفاتيح بتاع الزرار بالزبط فبلاش تستخدمي الورقة خالص انا مش بحبها خالص وعمري ما استخدمتها الورقة دي ولا مرة ولكن تحلي المشكلة دي ان انت بتقولي ان الورقة بتلم الدهون والترتشة حل المشكلة دي انك امسحي الازاز كل يوم بعد ما تخلصي يعني مش هيخد منك وقت خالص انك لو مسحتيها كل يوم مش هيكون عليها دهون لسقة ولا بقع صفرة من الدهون ولا هيترقم عليها اي حاجة خالص الخطأ الشائع رقم سبعة هو استخدام اواني غير مناسبة لكمية الاكل بمعنى ان انت بتحطي مثلا في حلة تاخد هتعملي مثلا بسلة او هتعملي اي حاجة فيها صلصة بتحطي مثلا في حلة تاخد كمية بسيطة جدا من البسلة تحطي فيها اي خضار بتعمليه تحطي فيها كمية كبيرة وتسيبي مثلا المسافة الباقية حبة صغيرين تيجي اول ما تغلي تبتدي تفور والترتش وتبهدلك البتجاز استخدمي دايما حلة اكبر من كمية الحاجة اللي بتعمليها ده حلو جدا هيخليكي البتجاز ما يترتش حتى لو بتصلوا لي مكارونا انا دايما استخدم حلة اكبر حتى لو هعمل نص كيلو مكارونا بستخدم مش الحلة اللي تاخد نص كيلو استخدم الحلة اللي تاخد كيلو علشان تغلي براحتها مهما تفور ما تطلعش برا البتجاز وتوقع على الحلة وتوقع على ليون والمية تتحرق طب ليه وهو كله على بعض نص كيلو مكارونا ما يستهلش يعني حتى تنضيف البتجاز اللي هتتعبك بعد ما تخلصي فاستخدمي دايما حلة اكبر من الحاجة او الاكل اللي بتعمليه حتى لو انت بتقلي اي حاجة استخدمي حلة ولاش استخدمي توصى انا من وقت ما بقيت استخدم الحلل حتى لو الحلة مش متغطية مش بتطرتش خالص مش بتبهدل الدنيا سواء بتقلي اي حاجة حتى لو بتطرتش الحلة بتحميك ان انت تحمي المتجاز جدا ان انت ما تتعبش كمان في تنضيفه بعد ما تخلصي قلي كل مرة فدايما استخدمي الحاجات اللي احرف بتاعتها عالية استخدمي دايما الحلل اكبر من كمية الاكل اللي بتطبخي فيها علشان ده حيسهل عليك كتير جدا وانا بصراحة مساعدة ما تفاديت الخطأ ده دايما كنت بستخدم الحلل الصغيرة احب قوي الحلل الصغيرة والمقاسات الصغيرة بما اننا يعني الافراب مش كتير فكنت معامل في حاجات صغيرة ولكن اكتشفت اننا غسيل الحلة الصغيرة هو غسيل الحلة الكبيرة يعني اللي يخلي نخسل الصغيرة يخلي نخسل الكبيرة عادي مفيش مشكلة فاستخدمي دايما حلة اكبر ولو انت شايف ان الفيديو ده مفيد وان الاخطاء اللي انا قلتها دي انتي بتقعي فيها او في اي حتى حاجة منها حتى لو خطأ واحد يريد تحطي الفيديو ده لايك الخطأ التامن وهو اخر خطأ حنتكلم عليه النهاردة هي فتحات التهوية ممكن تكوني اول مرة اصلا تاخدي بالك من المكان ده دلوقتي ممكن تكوني عمرك منظفتي قبل كده فتحات التهوية اللي بيخرج منها البخار بتاع الفرن دي طبعا بتبقى مكانها اسفرار جامد جدا وغماءان جامد وممكن يوصل لونها لدرجة السواد حتى مش يكون لونها بني مثلا من الدهون ممكن كمان الجزء ده كله اسود من كتر الدهون والبخار اللي بيطلع من الفرن فتحات التهوية دي مهم جدا انك تنظفيها هتقولي لي مش مشكلة علشان ممكن ينزل فيها مية مش هينزل مية خالص انا بنظفها بطريقة سهلة جدا دايما انتو شايفين فرشة سنان نحط عليها المنظف من غير اي مية وترتشا بمسح بيها كويس وادعج بيها الجزء ده كويس وبعدنا لف منديل على فرشة سنان برضو وابدأ انشف ما فياش اي مشكلة خالص يعني ما تتحججيش وتقولي انا هبوز البتاجاز وحينزل جوا مية لا خالص يعني بحرص وبعناية استخدمي فرشة سنان حطي عليها منظف بسيط ما فيش اي مية هتنزل ومش هيبوز البتاجاز بقالي يعني 11 سنة بستخدمي الطريقة دي في تنظيف فتحات التهوية والحمد لله ما حصلش لبتاجاز حاجة ولا بوز ولا اي حاجة ففتحات التهوية مهم برضو انك تنظفيها اولا هي بتدي شكل زي جدا جدا لما بتكون مش نظيفة بصي عليها عندك ركزي ان في حاجة في الجزء ده بتتنظف اسمها فتحات التهوية بتاعت الفرن انت اصلا الفتحات دي لو عندك زي الفتحات عندي دلوقتي المكان بتاعها يعني واسع كده وينفع تدخلي فرشة سنان تمام في بقى ابوتاجازات تانية الفتحات دي دياءة جدا لدرجة ان ما فيش اي حاجة ينفع تعدي فيها دي كده خلاص اسيسا هي مش هتبان عندك انها مش نظيفة لانها بتكون دياءة جدا جدا لكن الاماكن الواسعة لزي دي يبقى تنظفيها بفرشة سنان واي منظف عليها مش هيحصل لها اي حاجة غير انها هتكون نظيفة كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة تفادي الاخطاء دي مش هيكلفك كتير ولكن هوعك فيها هيكلفك كتير هيكلفك بوتاجاز جديد ولو عرفت الاسعار بتاعة البوتاجازات دلوقتي هيجيلك اكتئب فاخذي بالك من اي حاجة موجودة عندك مهما كان سعرها مهما كان حالتها نظفيها واستخدميها وتابعي البوتاجاز دايما هيفرق معاك كتير جدا يارب يكون الفيديو عجبكم ويريت لو الفيديو عجبك اضغطي لايك واشتركي في القناة لو تحب تسوفي كل الفيديوهات الجديدة كمان فعالي الجرس عشان يوصلك اشعارات على الموبايل بكل الفيديو جديد ينزل اهلا بحضراتكم جميعا برحب بيكم كلكم يارب يكون الفيديوهات بتاعجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم